السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر نردنا نحل ملحق كتاب جيم سنة اولى سنوي نحل اختبارات النهائية تست 15 وتست 16 من صفحة 146 لصفحة 151 انتظرونا صفحة 146 التست رقم 15 اول سؤالين عندنا خمس اختيارات من اختار اثنين واحد ويري لي او تو يعني احنا يجب علينا حقا ليف اميديات لي نغادر في الحال ذا سيني نمزق المرادفات لكلمة اميديات لي في الحال هتبقى اتوانس تدي نفس المعنى وديريكت لي في الحال تدي نفس المعنى مباشرة بشكل مباشر رقم اتنين يعني هم اوفياء لبلدهم او مخلصين ذا انت نمزق المضادات او العكس لكلمة يعني مغافي او مخلص هتبقى لاجابة وكمان مراوض مخادع من اول رقم ثلاثة لحد الاخر هنختار اجابة واحدة رقم ثلاثة يعني هم يقوموا بتنفيذ يعني رائع نقط انتو ذا لانجوج ايه في ايه بخصوص لغة ايه الدولفن زي هما بيكون بتنفيذ ايه باحس يعني عن الموضوع ده ريساش رقم اربعة شي نقط ذا التاكسز اللي هي ايه ضرائب مست بي انكرز دياج من ايه 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 تتم زيادتها عشان ايه اقدروا يدفعهم تكاليف بابليك سيرفزز اللي هي الخدمات العامة يبا هي تجادل في الموضوع ده ارجود خمسة وي وير طولد تو كيل يعني احنا تقلنا يعني ان احنا نحتفز بايه ايه حقائية رياضية نقط انذا لكرز معناها صناديق صغيرة او خزانات يعني في الدور الايه الاسفل احنا نحتفز بالايه المعدات الرياضية معدات ستة ديو هاف ايه هل لديك اي ايه للعمل مع الاطفال هاف يو ايفر ويركد ويذ ذيم يعني هل انت اشتغلت معهم ايه من قبل يبا هل لديك ايه ايه معتابة لاجابة اكس بيريانس السبعة يعني انا اعتدت بالاستمتاع بالذهب للايه للمسرح بط اي دون تجيت ماتش ولكن انا ما عنديش ايه كسير دلوقتي نقط ناو ما عنديش ايه ان فرصة كبيرة دلوقتي ان انا اعمل كده فرصة طيب ما هنا ديت ايه معناها فرص بس سيديات جامعة ايه ما تجيش مع ايه ما تجيش مع ماتش تمانية يعني الاحتجاجات كانت جزء من ايه نقط اجنست ضد ايه المبنى في المنطقة احتجاجات دي كانت جزء من ايه من حملتهم ضد المبنى تسعة افقت نقط فور هز اسستنس يعني لو ما كانتش ايه مساعدته ليا اي وود هاف لست كنت فقدت الايه كنت خسرت وظيفتي عندي هنا ديت اف قعدة اف جملة التانية وود وهاف والتصريف التالت تبقى الحالة التالتة يجي هنا ايه ماضي تامع تبقى الاجابة هاد انت بين رقم عشرة المعلمين والمدرسين نقط سكيلز اللي مهارتهم في الكمبيوتر المحدودة ما لهم سوف يقابلوا ايه تحدي كبير السنة القادمة يعني المدرسين اللي مهارتهم يبقى ايه ملكية الليزي الملكية هوز حداشر نقط هاد هي فنشد نماضي تام طبعا ايه مقدم ايه هاد رايتنج ذا لتر وين ذا لما ايه بقى عندما ايه الرئيس بتاعه ايه راح منادي عليه يبقى ايه لم يكت حتى عندنا هنا في ايه وين بتيجي معاها هاردلي طبعا هاردلي بتيجي في الاول فبيعمل جملة على هاية ايه استفهم قدم هاد هنا اتناشر هاد ان يعرف لتعرفنا ان دي جملة ايه استفهمية يبقى حربط بايه بوذر هل انا عندي ايه بقى رخصة قيادة 13 دوما السيدة وبعدين نقطة بيرس وزي ستولن اللي محفظتها تسارات واتحادية تبقى هوز اللازل الملكية بلغت الشرطة بالكلام دي 14 يعني السيارتي حقا تحتاج ايه نقطة ده تصريف ثالت تبقى مبنيها للمجهول هتبقى تحتاج ان ايه يتم تنظفة الصفحة اللي بعدها صفحة 147 وده السؤال بقى واضح اجابته في الانذا سبيس اللي عايز يتأكد من اجابته السؤال التاني سؤال القطعة ارجمت القطعة بيقولي اينا في السنوات الاخيرة الاهتمام بالبيئة اصبح متزايد عمت الناس اصبحوا ايه على وعي بيئة الممارسات الخطيرة لالقاء النفايات يعني ايه هذه الممارسات ايه بعض منها بقى لها سنوات وتزايدت بسبب ايه الزيادة السكانية الدعاية والاعلانات مؤخرا لفت انتباه ايه الرأي العام لاحدة ايه ايه اشكال التلوث البيئي اللي هو القاء النفايات الكيموية باراجراف التاني هذه النفايات تشمل ايه معادن سقيلة زي الايه دي معناها ايه اصدق باك ومنتجات اخرى ايه للتكنولوجيا هذه المواد الكيميائي تسبب دي معناها السرطان وتلف ايه المخ وكمان ايه بقى نسب عالية لوفيات حديثي الولادة دي معناها كده ولي كمان حتى في الحقيقة القاء النفايات تحت المراقبة وتحت الاشراف يعني نتج عنه دمار كبير ايه لمناطق ايه كاملة نعندي كلمة وين هنا وين واس عندما النفايات وضعت في الاول وحاول يوضعها في براميل البراميل دي حصل لها صدت براميل معدنية صدت وعندما البراميل معدنية دي صدت دي معناها هي يصدق يعني النفايات دي تسربت الى التربة الزراعية وطبعا ايه افسادتها كذا بقى القطعة كلها ايه بالشكل ده نفهاش كلمات صعبة دي معناها مصادر ودي انتشار ودي تلوث كل كلمتها ايه متداولة يعني الاجابات بتاعتنا مكم 16 وفقا للقطعة طبعا كلمة ايه زئبك دي يكون ايه بقى هو معدن ثقيل 17 النفايات دي من المحتمل انها تنتقل لاحدى المحيطات من خلال من خلال ايه بقى يبقى قاع النار 18 الناس طبعا دلوقتي على درايع وعلى واعي بالتأثيرات اللي يتضر للتلوث 19 كلمة لاتر دي ما بيه في القطعة مثلا بيكلم عن حاجتين حاجة الاولانية وحاجة التانية فطبعا يبقى ايه التالية full wing دي نفس المعنى 20 القاء النفايات وسبب كل اللي فاتوا دول هتبقى الاجابة دي الصفحة اللي بقى على الصفحة 21 21 اجابتها في القطعة احنا قلناها بقى واحنا بنفسر اللي القطعة دي الاجابة 22 معاني تسوي اللي يتصرب دي دي من القطعة ودي القاء ارضك 23 22 يبقى من وجهة نظرك كافية يمكن حل مشكلة النفايات دي ممكن تتحل ازاي دي اجابة مثال هتقول from my own point of view factors المصانع مصط بيبلت يجب انها تتبنى فين in the desert في الصحاري عشان تلقي بقى القميات بعيدا عن المدن لو عندك اجابة تانية مناسبة ماشي تنفع برده ها دي الترجمة الادب والفن الحل عندنا دي الترجمة الايه ترجم الى اللغة الانجليزية دي الحل استخرج كلمات بقى منها دي الادب ودي مرآة ودي تعكس قيم ودي حضارة ودي مجتمع ايه ودي ادوات ودي سلوك متحضر او حضاري ودي ايه دور تلعب دور خلق ودي معناه ايه مجتمع standard اللي هو اراقي السؤال اللي بعده ترجم الى اللغة العربية دي الاجابة قدامنا واضحة مش محتاجة حاجة بعد عربي بردك تستخرج الكلمات الصعبة وتحاول تحفظ صفحة 149 التس ركم 16 اول سؤالين في خمس اختيارات بين اقتر اتنين واحد he is a reliable person يعني هو شخص موثوق فيه او يعتمد عليه ذا سين نمزل مرادفات لكلمة reliable موثوق فيه dependable تدي نفس المعنى و trustee ركم اتنين اللي همنا كده بالجملة ديت كلمة construction يعني انشاء او تشييد يعني انها بيقول لي المضاد مضاد لانشاء او تشييد يبقى تدمير روين بردك دمار تدمير حطام من رقم ثلاثة للاخر هنختار اجابة واحدة ثلاثة هي تستطيع ان توليد انها تعيش حياة طبيعية بالرغم من البدني برغم من الاعاقة البدنية disability اعاقة اربعة ايوش انا اتمنى to buy a car ان اشتري سيارة ذات هاد اللي بيكون فيها ايه بقى بيكون فيها نظام تكييف اير كونديشن ايه رقم خمسة ايه تس ا temporary يعني مؤقت نقط but i am hoping ولكن اتمنى انا تكون ايه تكون دائمة يبقى ايه الوظيفة دي مؤقتة يبقى جوب ستة footballers popularity continuous 2 يعني شعبية لعبت الكهرة بتستمر ان هي because of their fame بسبب شهرتهم تستمر في ايه انها تنمو يعني تكبر الشعبية الشعبية دي سبعة ميتنج مقابلة البروفيسور ايه زويل دكتور زويل ووزق ايه اوقان كانت ايه بالنسبالي نقطة which changed my life غيرت حياتي كانت حدث ايه بقى غير حياتي event تمانية تمانية فانتس اللي هي الموارد المالية الاموال يعني ان احنا ايه محتاجينها needed to انها ايه defense لحماية محتاجة محتاجينها ايه تضمن حماية الاسر انشور تسعة she said that she هي قالت ان هي to visit انها تزور القلعة the following week يعني الاسبوع التالي following week معناها يبقى دي كانت مستقبل دي متحول الى غير مباشر تمام فده كان مستقبل باستخدام is going to تحول الى غير مباشر تبقى was going to طبعا هنا afe to اخترنا was going رقم 10 the source canale اللي هي قناة is is a vital waterway مجرع مائي حيوي ما بين الشرق والغرب يبقى تعتبر consider كسس الخيال العلمي اعتد but يبقى هنا في تناقض but i نقض now اللي انا لأ اقرأهم دلوقتي يبقى هنا حيجي مضارع بسيط منفي باستخدام never never read انا لأ اقرأهم الان ثلاث 13 before قبل وبعدين النقط هنا ازا جي فعل على طول بعد before يعني بدون فعل هي وش وات وكده هنجيب الفعل في ايه i n j عندي هنا في ايه في اتنين في اي n j a c الصح هتبقى c عشان هي مبنية المجهول حسب المعنى اللي هنقوله دلوقتي هتقول طب ما في هنا مخالف للمعنى اللي هنقوله معنى الكلام قبل ايه قبل ما تم تدورها الزجاجات المصنوعة من الزجاج تدوى يسل بدقة ويتشل من علاقة ايه القصصات مالش احنا مختصر عشان وقتكم اربعتاشر لعبت ايه يعني وقته طويل او مع اخي نقط ده خلاني مرهق يبقى ايه خلاني متعب او مرهق هو ايه الجيم دي عشان كده نختارهم ايه بقى اللذي الغير اللي هي العاقل يعني دي مش عايدة على ايه ماي براثر ما تنفعش طبعا بعد مئة وخمسين عندنا ايه اول سؤال في هدي الاجابة ايه واضحة قدامنا حتى لما تحاول في سؤال زي ده بتستفيد برضا هنا عندنا السؤال القطعة هنقول معنى الكلمات اللي هي تفيدكم قطعة سهلة نفعش حاجة دي معنى عظمة ودي معنى اغناقة او كياسة ودي استقرار ايه ودي قدرة التنظيم التنظيمية طبعا دي مخترعون ودي معنى حماس اصالة اجيال زكاء قدرات ايه دي معنى اجداد او اسلاف ودي يطروح المبادرة ودي السكة بالنفس حاول نقربها عشان ايه نعود نفسنا نحل القطعة دي معنى هيعزل او انعزل يعني ودي تنمية تنمية صناعية حصل على ودي معنى صناعيين ودي معنى يتحرك ببطء او يتخلف يعني ايه الاسئلة بتاعتنا رقم 16 عنوان مناسب للكتعة عادية حتبع الاجابة الاولانية الطريق الى التنمية التكنولوجية السؤال اللي بعده الزرز عيد على مين على الدول المتقدمة اللي في القطعة يعني الاهرامات دي بتعكس قدرة المصريين القدام على طبعا اللي الترتيب والتنظيم دي لسه اللي معنى يتحرك ببطء كلمة اللي تحت خط دي ليلاج به هايند رقم عشرين هنا بقول وفكا للقطعة لو احنا عايزين نبني هرم جديد اجبنا هيكون عندنا متحمسين لكده عندنا عزيمة صفحة مية وخمسين بيت أصل القطعة رقم واحد وعشرين متى مصر بدأت تنميتها الصناعية الحديثة من القطعة واحد وعشرين هادي الاجابة هنا مصر بدأت تنمية الحديثة الصناعية لما محمد علي حصل على مساعدة الصناعيين الكبار في أوروبا دي واحد وعشرين حد هنا اتنين وعشرين ماذا القطعة دي بتقترح ان احنا يجب نفعل نعمل اي يعني ادي الايابة ان التكنولوجيين يجب ان هم اي يعتمدوا على اي بقى على اجتهادهم دي معناها اجتهاد هنا ويصموهم بقى الالات او المكينات المناسبة لظروف اي مصر رقم تاتة وعشرين كيف ان المصريين مثل اجدادهم او اسلفهم يعني من القطعة ادري اجابهم هم اي لديهم نفس الزكاء وقدرات اي اجدادهم او اسلفهم بس وقدهم اي روح المبادرة والسكوه بالنفس اي دي اي جاي بالحد هنا السؤال اللي بعده ترجم الى اللغة الانجليزية ودي الحل عندنا تقليد لها ترادشنال هدي المعاني بقى ودي طرق نولونجر لم تعد مجال ودي مستمر ودي تطور او تنمية ودي مجالات كلها سهلة بقى دي الحكومة السؤال اللي بعده ترجم الى اللغة العربية ودي الحل عندنا دي معنى مجتمع ودي يشارك فيه ودي رافع ودي مستويات احوال او ظروف ودي اجيال كده بقى انتهى فيديو النهاردة وانتظرون في فيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله